مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله اليوم فيديو رائع بنكهة القرنفول فرحان اني كانت صور معاكم المهم ان شاء الله مطول عليكم اول وصفة ليس طويل الشعر وصفة ليس طويلة فعالة فعالة وبتجريبة اول وصفة هي بالقرنفول والورد الروائح غير الزكية لكي يخليكم في الشعر واحد اللمسة يعني فيها بلسم مغدي للتطويل الشعر مجموعة مجموعة ديال الفوائد كنجيب شي حاجة غير حتى كنبحث عنها بزاف كنكون دايراها المهم كما كنتشوفو هنا غادي تكون عند البخاء خد القرنفول موجودين في المحلات خبس الدرهم ولكن ما عندهاش تشوف شو قرع ديال ورد ولا شي قرع عندها مهم فيها زيت زيتون يعني زيت العود كان نحط فيها شوية ديال القرنفول شحال ما قديتي يعني كانت قرعة كبيرة رغديت حتى كمية كبيرة كانت قرعة صغيرة بحركة وممكن انك تستغني غير هاتشي راه كيديروا يعني المفعول ديالهم ومن بعد كنحط الورد يعني غير يخسر روائح الزكية الروائح الزوينين اللي خلي بليك اللي قاعد يشم ريحة غادي شم ريحة القرنفل وريحة الورد يعني ما تحتاجيش أنك يعني بحل تومك تعطر ريحة يعني هذا روتين للشعر للتطويل زيت في فوائد كثيرة بتجريب يعني كيطور الشعر وكيخلي دائما الشعر طيطب يعني ما تحتاجيش أنك تبقى تدوزي عليه البلاك ورطبه باش تخلي تحافظي شوية على الشعر مهم كتخليه كتدري في الدوش جيالك يعني وقت ما بيشي تديروا حد سيروم الشعر تسيروم راه فيه سيروم منو فيه كل شي وكتستعمليه بالصحة والهناء ودابا غادي ندوزو الوصفة التانية الوصفة التانية الوصفة التانية فيها التانيا القرنفل الراعي الرصبي تشوفت لك هاد الوصفات غير براعية نكعة القرنفل كما تشوفوا اي شامبوان تغسلي بها خطيوة لكن نفضل أنك تكون شامبوان ديال البونتين ووحد القرعة اللي تكون عندك خاوية ولا تخلي في القرعة ديالك مشي مشكلة كاملين كان نغسلوا بنفس مثلا لا كما باش ننقصها لهم كاللي ما كيبغيش يرى زيان للرجل ولا لنسا ولكن انا قلت باش نعطاكم دك شي اغزاك قال لي ما عرفتش المهمة لان لا كتش دي قرعة ديالك كيف ما كانت انا هادي كانت عندي فيها باندوش حليتها وغسلتها اوبس كنعمر الكمية اللي بعيدة شامفوان هذا كادوم راح بعين كادوم اسميته اخذيه واحدة كيمية والسعب اللي غادي سايلا غادي ندير انا كان فضل البنات ستديرو اه بونتين لانني جربتو كيجي واع الواع الواع كيولي بونتين مع بيض كيتلق في القرن فول كيولي بحل كريمي بحل بحل يعني بحل لونه دهبي اولا اللي كنحط القرن فول ديها النب صحة والسلامة وكنخلي وكي تعطي لي فيكسيو ديالو كيعتدك اللون ديالو خليه وقت ما بتي تغسلي غتي تنوضي اتزي شوية منه وتغسلي راح كيخلي الريحة زوينة في الشعار وكيطور الشعار ومنه بلسم شامفوان لبناس وقرن فل راح بلي كتغسلي به كيولي شعرك كيعتك ديك الساعة الفعالية ديك الساعة كيعطي يعني كيعطي الخدمة ديالو بلسم بلسم وشامبوان في نفس الوقت بلسم البناس كان اكد عليكم بلسم وشامبوان في نفس الوقت كيخلي واحد من نظارة واحد رضب والشعر يعني ما تحتاجيش قاع اسميتي يعني غير تغسلي كيولي سبارك الله طب اردو عليها نمجرباها والمعاربهاش انا كانت منى تستافد منها والله الابناس وصيفت واعرين وصفت بنكهة القرنفل يعني شي حاجة لي طب 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 ما شي حاجة لي كتكون طبيعية وفيها شي حاجة طبيعية ما شي كيموية كتجي واعره يعني كتعطي المفعول ديالها هذه جربتها وقلت غادي نعود من قهدها قلت علاش ما نصورهاش لبناز اكيد سيمينا كلها كنفكر اني نصورنا